اشتركوا في القناة طبعا يعود سبب الارتفاع في الأرباح إلى الزيادة في حجم الإراد الناتج عن نمو حجم الأعمال وكذلك زيادة الأسعار في الشركات التابعة لها نعم وأيضا فيما يتعلق بأداء هذا السهم تحديدا هل هو من الأسهم التي تعد في أوزانها طبعا متوسطة أو صغيرة طبعا هو غير قيادي ويغلق كان لدينا بمكاسب 4 وربع نقطة المائوية أضاف إلى رصيد 30 فلس ليغلق على مستوى 740 فلسا كويتي أيضا في النتائج ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة الخليج التأمين المدرجة ببورصة الكويت خلال الربع الأول من عام 2015 بنسبة 23% على أساس سنوي وصلت إلى 3 ملايين و700 ألف دينار وبلغت ربحية السهم 20.8 فلس ويعود سبب نمو الأرباح الارتفاع الأرباح التشغيلية بقيمة مليون و800 ألف دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نعود لتحليل أداء السوق الكويتي مع ضيفتنا من جديد من الكويت طبعا سيدة صفاء سبيب كنا نتحدث عن مجموعة هذه الأخبار نذر يسير منها وحتى أوزان هذه الأسهم يعد بين المتوسط والصغير كيف تقيم النشاط الذي نلحظ فقط على هذه الفئة من الأسهم سيدة صفاء بغياب طبعا القيادية التي هي التي نعتمد عليها طبعا في أن تحدث فارق لدينا في حلقة المشارة ولحظنا رولا طبعا الأسهم الصغيرة والمتوسطة لطالما سحبت ألبسات الأسهم الكبيرة في السوق الكويتي بالرغم من المحاولات الأخيرة أنه كان فيه دخول على الأسهم القيادية لكن عم نشوف حتى الآن النشاط مسيطر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة على حساب الأسهم الكبيرة إلى حد ما على كل حال سوف نحاول العودة إلى سيدة صفاء سبيب رجعت إلى صوته صورة سيدة صفاء إذن السؤال المطروح كانت تحكي فيه رولا أنه النشاط عم يظل مركز أكثر شيء على الأسهم الصغيرة والمتوسطة يمكن على حساب الأسهم الكبيرة ليش لحد هل الأسهم الكبيرة مش قادر أن تسحب ألبسات من الأسهم الصغيرة والمتوسطة شوف يعني نحن خلينا نقرأ فيما بين الأرقام ما بس الأرقام الأولية طبعا بوفقك الرأي في عمليات المضاربة وهي ملح السوق وبتصير على الأسهم التي أسعارها نعم إذن نعود هذه المرة نمكن نظر على السوق الكويتي كيف أبدأ نشاط لدينا في نهاية تدولة جلسة الخميس وبدأ لدينا الأسهم حبذا أيضا لو أخذنا فكرة طبعا حتى سواء كان المؤشر السعري أو حتى الموزون النشاط لدينا في السوق الكويتي كان قد استثمر السوق الحقيقة على فئة بعض من القطاعات نشط القطاع المصرفي لكن طبعا كما نلحظ للمؤشرات جميعها كانت على تراجع وأيضا في حصة النشاط بالنسبة للسوق الكويتي لاحظنا كما ذكرت بالفعل هاني على أسهم متوسط وصغرات فقدنا الاتصال مع السيدة صفاء زبيب بانتظار العودة إليها سوف نذهب إلى السوق القطري وضيفنا من هناك إذن إلى الدوحة محمد جمال قلنا بالمدير العام للشركة الخليجية الوساطة المالية ضيفنا من العاصمة القطرية دوحة مرحبا بك سيد جمال إذن نبدأ بجلسة نهاية الأسبوع للسوق القطري البارحة أغلق عند 12.300 فوق هذه المستويات اليوم لم يستطع الحفاظ عليها كيف تقرأ حركة المؤشر خلال هذه الجلسة ونظرتك لأدائه الأسبوعي؟ أدائه المؤشر الأسبوعي تميز الأسبوع باستقرار أحجام التدولات في المدى المتوسط أو عند أحجام تدولات متوسطة في المجمل وتميزت الأسهم القيادية باستقرار في أسعارها وتزبزبات لا نستطيع أن نعليها تزبزبات عالية في الأسعار لكن تزبزبات في حدود المستوى المستقر بمعنى أن الأسهم انحرفت كثير صعودا أو هبطا الملاحظ كان أنه من بين كل الشركات في السوق القطري كانت الطبية قد أعلنت عن خسائر في الربع الأول مع ذلك السوق أعطانا ردة فعل عكسية رفعوا على مدى جلستين أعطانا رشاد قوي لماذا هذه التصرفات؟ التصرفات دي بتفسر بحاجة واحدة بس أو بسبب واحد وهو أننا في مرحلة مضربات في السوق بمعنى أن الأسهم متوسطة وصغيرة القيمة دا وقتها في دورة السوق لأنها تشتغل أو نشوف فئة المضربين بتدخل في الأسهم متوسطة وصغيرة القيمة لأنها الفئة المفضلة بالنسبة للمضربين بسهولة تحرك الأسهم دي وقلة كمياتها فبالتالي بيسهل التأثير عليها سعرية نعم طيب كما ذكرت الزميلة رولابي متعلق بيئة طبية سهم خلال خسار كنتائج نعم محيط في السوق القطر ولمت أكثر من جلسة البارحة وصل ببلاد جلسة إلى لمت أبد ثم أنهاها تقريبا قبل النهاية باللمت داون عاد إلى بعض الارتفاعات يعني في جلسة واحدة هذه التدبدبات ولا يوجد أي أخبار أي تفاصيل أين هيئة الرقابة أين من يراقب مثل هذه الأسهم شفنا الإسلامية القابضة قبل فترة نفس السيناريو يعود وتكرر بالطبية خلينا أوضح لحضرتك نقطة وهو أن برسة قطر رسلت أو سألت الشركة الطبية عن إذا كان عندها أحداث جوهرية بتؤدي أو أدت إلى الارتفاع السريع في سارسة كويس وأفدت الشركة أن ما عندهاش أخبار جوهرية تؤدي الارتفاع السهل خلينا عيد لحضرتك تاني نقطة أن المضربين كويس ما بيعتمدوش كتير على الأخبار لكن دي مرحلة في دورة السوق كويس تتميز بأن الأسهم صغيرة ومتحصية تقيمة هي الأسهم اللي بيكون عليها إقبال من فئة المضربين نعم وطالما أن الأسهم طالما أن الأسهم شغالة ضمن الحدود المسموح بيها وضمن القوانين كويس الجهات الرقبية كلنا بتقدر تعملوا أنها بتسأل هل في أحداث جوهرية وبترائب التدولات هل في عمليات فيها شبه تلاعب أو شبه التلاعب إذا كان كل شيء قانوني خلاص نعم فعلا هو يمكن كان مقصود من قبل طبعا الزميل هاني أنه عادة في جلسة واحدة عندما السهم يرتفع بالحد الأعلى ويعود للأدنى كما ذكرت إذا لم تكن هناك شبهة فننفذ ذلك لكن ما الذي يحدث لدينا من توقع على حركة المؤشر عندما أراقب سوق يرتفع وينخفض مع أنه أذكر أن الطبية حجمه أو وزنه على المؤشر أقل يعني لا نتحدث عن قيادة بالضبط زي ما حضرت تفضلت وزكرتي حجم وزن السهم في المؤشر صغير جدا وغير مؤثر على الإطلاق في المؤشر وزي ما بدأنا بكلامنا أن الأسهم القيادية معظمها عند مستوىات سعرية مستقرة لا نرى حرافات كتير سواء بالإجابة أو بالسلب وديه اللي بتأثر على المؤشر مؤشر وين المستثمرين الصغار بهالإطار يعني ضاعوا بهالمعمعة لا بالعكس المستثمرين الصغار أعرفين هما فين موجودين بدليل أنهم بيستثمروا في الأسهم صغيرة القيمة لسهولة تحركها أو المضاربين بمعنى أصح المستثمر المستثمر خلنانا إذا كنا نتكلم بنفرق بين المضارب والمستثمر المضارب بيدخل في سهم معين كويس بيأخذ هامش ربح معين وبيخرج كويس المستثمر بيبدأ موجود في السهم لأنه ينتظر عوائد ربحية سنوية ما يسمى بالأرباح السنوية أو الكبون فالمستثمر أظن السوق الدوحة أثبت أنه الاستثمار على المدى المتوسط أو الطويل كويس هو سوق كويس والعائد عليه الممتاز نعم نعود بك إلى مساويات المؤشر لاحظنا فجأة وجدنا على 12300 نقطة حفزتنا السوق للاعتقاد بأنه سندخل في مرحلة جديدة وبنقاعدة سعرية جديدة لا نتحدث عن مساويات فنية بقدر ما تكون نفسية توحي للسوق من 12000 مقاومة على 12200 عودة من ما دون ذلك كسرنا هذا الحاجز لنعود نخترق الـ 12300 فارق السوق القطر يعيدنا إلى قبل عامين يعني لا يتحرك إلا بالمئات من النقاط هل ممكن تكون هذه هي حركة السوق القطري قريبا والله خلينا أقول لحضرتك في المجمل لو بصرنا للسوق القطري خلال هذا الأسبوع السوق تلع حوالي 160 نقطة تقريبا خلال خمس جلسات تداول ما افتكرش أنه هناك حراف ملفت للنظر كون السوق بيختبر مستوى للـ 12300 ده شيء كويس وده شيء مش مطلوب من المؤشر أنه يقصل للـ 12300 بقوة ولا بعنف بالعكس التداولات الهادية والصعود الهادي كويس ده بيطم من المستثمر أكتر لأنه ما فيهش حركات عنيفة في السوق كنا نوصل لمستوى سعر معين أو آسف لمستوى في المؤشر معين ونرجع نتداول حواليه فترة معينة في حدود خمسين نقطة أو مئة نقطة كويس قبل ما نكسر سواء صعودا أو هبوطا ده في حد ذات مؤشر كويس لأنه بيدل أن السوق ما بيتحركش بعنف زي ما بيطلع بعنف هينزل بعنف نعم طب في هذا الإطار وفي ضل هذه الحركة اللي عم تشوفها على المؤشر كيف بتشوف حركة المستثمر الأجنبي واتجاهاته خلينا أقول لحدتك المستثمر الأجنبي ما بيبنيش قراراته في لحظات المستثمر الأجنبي قراراته كلها مخططة ومدروسة لأنه عندهم إدارات ريسيرش بتحدد لهم القيم العدلة لأسهم ونقاط الشراء ونقاط البيع وقد تتأثر قراراته باعتبارات سيولة أو باعتبارات نزول الأسواق الأوروبية أو أسواقه هو لكن في المجمل المستثمر الأجنبي خلينا نصنفه من فئة المستثمرين البطيء الحركة شوية لأنه ما بيخدش قراره في لحظات المستثمر الأجنبي يخد قراره عن دراسة ودراسة وافية ومن الجائز جدا نطلب مقابلة الشركات المدرجة مقابلة بعض الشركات المدرجة لاستضاح بعض البيانات عنها كويس الأمر اللي بتدينه مؤشر عن مدى أداء الشركة خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنين نعم نتحدث عن سيولة السوق بأدى أن نلحظ ملامح جيدة لعودة التداولات القوية بالسيولة في السوق القطري حتى تفوقت في إحدى جلسات الأسبوع على السوق دبي هل تعتقد أنها فقط جلسات يتيمة ولكن المتوسط اليوم هو أقل من ذلك أنا شايف أن حجام التداولات خلال الأسبوع كانت في المستوى المتوسط وشايف أنها في زيادة مضطردة وإن كانت بسيطة لكن في نمو في أحجام التداولات وجايز مع دخول المضربين زي ما قلنا أحجام التداولات تزيد أكتر نعم من الدوحة لسيد محمد جمال المدير العام للشركة الخليجية الوساطة المالية وكانت معنا أيضا من الكويت السيدة صفاء زبيب وهي مساعد مدير عام إدارة البحوث بشركة الكويت والشرق الأوسط شكرا جزيلا لكم إذن هذا فيما يتعلق بحركة مسار السوق لجلسة هذا الخميس والتي شملت التداولات لطيلة الأسبوع في معظم الأسواق الخليجية النشطة سعودنا بصحبتكم وإلى اللقاء في هذه الأسبوع سعيدة ترجمة نانسي قنقر